بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جيدة وإحدى حلقات برنامجكم صحتك سرواتك المقدمة بتاعت النهاردة بعنوان الخطوة الأولى في السيطرة على فيروس كورونا والفكرة بتاعت النهاردة جات من حاجتين حصلوا في الفترة اللي فاتت قبل منقول الفكرة جات إزاي هو إحنا للنهاردة لما بتحب تسيطر على أي مرض بتعمل إيه بتشخص الأول مرض وعاكده بتدي العلاج يعني هفكركم من 100 مليون صحة لما هم يقضوا على فيروس هباطايتس سي اللي هو الفيروس الكبد الوبائي سي عملوا إيه بتدوا يحلل كل الناس وبتدوا بعد نتيجة التحليل بتدوا يهد العلاج بس الأول تحلل الشخص ده عنده فيروس ألا ما عندهش فيروس تمام الفكرة بقى جات من إين ولما يجي حد يقول فكرة لازم الناس تتبنى الفكرة وتشوف مدى إمكانية تطبيق هذه الفكرة يعني ممكن تتبع الفكرة نظريا صح بس عمليا صعب تطبيقها إزاي نحولها من الناحية النظرية للناحية العملية الفكرة جات لي لما الحكومة قررت رجع الحياة وعلى سبيل المثال النشاط الرياضي وقال لك الدور العام هيرجع عملوا إيه ابتدوا يحللوا لكل العيبة وكل الأجهزة الإدارية حللوا اللي يقرب ما يقرب من ألف شخص طالع 22 شخص طالع التحليل بتاعهم إيجابي لفيروس كورونا والغريب في الأمر أنهم ما كانش عليهم أي أعراض خالص يعني هو لما ابتدى يحلل للألف شخص طالع منهم 22 حالة إيجابي ما ضعب بساشة جدا هو لما حلل الألف شخص وطالع 22 حالة إيجابي رأى عزل 22 شخص وبالمناسبة فيه مناسبة ترجع تاني وتمارس حياتها فكانت الخطوة الأولانية أنه هو إزاي يشقص المرض عشان كده عمل التحليل طيب لما تيجي نوسع الفكرة دي شوية ولما نيجي نوسع الفكرة خلينا نفاتة الأول الفكرة يعني إيه بمعنى آخر أننا النهاردة نشوف الأماكن ونرجع تاني قصة الأخوام نشوف الأماكن والمحافظات اللي فيها نسبة الإصابات عليه ونبتدي وهنا لازم كل الجهات المعنية تتحد مع بعضيها وكل الأفراد في المجتمع تتحد في هذا المشروع بمعنى آخر إيه نواب مجلس الشعب النقابات النواد الرياضية أصحاب الشركات رجال الأعمال عايزين نوسع تحليل البي سي آر لفيروس كورونا نوصل لمرحلة ويبقى ده مشروع قامي أن أنت تقولي إزاي أنا في خلال شهر إزاي أعمل تحليل البي سي آر لأكبر عدد من الناس ليه؟ لأن أنت لما تبتيت تحليل لأكبر عدد من الناس هتقولي أن الشخص ده مصاب والشخص ده مش مصاب الشخص المصاب هتعزله وخلي بالك أنت هتكتشف الموضوع في أول والشخص اللي مش مصاب هيبتدي يمارس حياته عادية تمام؟ حد هيجي يقولي بس هو الموضوع ده أصله ممكن يكون مكلف أنا مش قصة مكلف أو مش مكلف بالمناسبة النهاردة أنت لو لو حتى نزلت التكلفة بتاع التحليل 50% أعتقد أني في نسكر جدا وبعدين ما أنت عملت تعمل التحليل وتكتشف الموضوع فأوله سهل قوي 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 أنك تسيطر على الموضوع شكرا أنا حتى اخترت الفقرة أو المقدمة بتاعتي الخطوة الأولى في السيطرة على فيروس كورونا العالم كله متجه بيدور على اللقاح أو مصل أو علاج وبالنسبة اللقاح أو المصل وأنا طبعا المعنوذة كانت عندي من ثلاثة أسابيع ولكن ما كانتش مصرح به أن أنا أقولها إلا لما الجهات المعنية تعلنها لقاح خرج من التجارب المعملية راح على التجارب السريرية وفيه ثلاثة في نهاية المرحلة الأولى من التجارب المعملية يعني مصر بالمناسبة مش سكتة يعني إحنا إن شاء الله تعالى زي من العلم هينتج لقاح نحن ننتج لقاح بالمناسبة بس دي مناسبة اللقاح الناس كلها بتدار على اللقاح أو المصل أو بتدار على علاج طبعا أنت في الأول خالص وخاصة أننا هنتفقنا من الأول خالص إن فيروس كورونا هو مشكلته في صرعة انتشاره طبعا صرعة انتشاره ممكن واحد يبقى حامل الفيروس ومعروش الأعراض ويعدي واحد تاني والواحد التاني تبقى منعته ومش كويسة قوي فيبنى عليه الأعراض علشان كده الـ 22 حالة اللي ظهروا من ألف حالة اللي عملوا التحليل بتاع البيس آر سواء كان لعيبة أو إداريين دي تبقى بداية نبتدي نفكر بشكل مختلف شوية تبتدي زي ما قلت في الأول الناس المقتدرة إزاي تتبنى هذا المشروع طب إيه اللي بقى إيه النتائج اللي هتتترتب من هذا الموضوع غير يتم السيطرة على بقى المناسبة أنت هتتساطر أربعة سكونا كده في خلال شهر لأن احنا اتفقنا دورة حياة الفيروس 14 يوم خلى 14 يوم تعمل فيه من تحليل الأكبر عدد من الناس خلاص انت عزلت اللي مصاب واللي مش مصاب يمارس حياته المصاب في خلال 14 يوم انت خلاص بتراقبه وتممت تمام وعنده العزل بتاعه والمي يخفي هرجع حياته تاني النتائج المترتبة على هذا الموضوع أنك تعمل تحليل بي سي آر لأجبر عدد من الناس حاجتين الحاجة الأولانية أنك هتسيطر على الفيروس الحاجة التانية أنك هتقلل عدد الوفيات وعدد الوفيات هنا حاجتين نسبة الوفيات وعدد الوفيات إحنا مشكلتنا في عدد الوفيات هنا الناس بتخاف تروح والموضوع بتستنى للموضوع لما يتأخر فنخش في في كومبليكيشن أو في أثار جانبية إحنا لا يتم السيطرة عليها إنما النهاردة أنت لما تكتشف الموضوع في أوله أعتقد أن أنت هنا هتقلل نسبة الوفيات سنين بالتالي هتقلل عدد الوفيات ونسبة الوفيات لأن أنت هتبع عامل مش مهم من المناسبة العدد يعني ما تتخضش أن عندنا مليون حالة تلما كتشاف فيروس كورونا وإحنا اتفقنا من أول يوم أحن أنسى موضوع العدد لأن العدد ده من المناسبة ممكن يبقى ميزة مش عيب فكرة أتمنى الناس تتبنيها أتمنى الناس يمكن ياخدوا منها إجاباتها يمكن يعملوا فيها شوية تعديل في الآخر عايزين نوصل 100 مليون صحة يبقى من ضمنها القضاء على فيروس كورونا وأنا نهاردة وأتمنى أن أكون قلت حاجة إضافة جديدة وبالمناسبة اللي عايز يستفسر عن أي حاجة في خلال البرنامج أو بعد البرنامج إحنا معنا الواتساق بتاعنا اللي هو 012-04-87-81-1-2 أنا تحت أمرك في أي استفسرات وخلي بالك ودايما ساعات الفكرة كده بتيجي من صلب المشكلة أو من جوة المشكلة أنا خلصت مقدمة النهاردة وبالمناسبة هو بالصدفة المقدمة بتاعتي النهاردة هي مرتبطة بكل فقارات البرنامج من النهاردة سواء كانت الفقرة الثالثة تاريخ الأوبئة على مر العصور والعلاج النهاردة هنتكلم عن علاج على الأوبئة وهنتكلم عن البروتوكولات دي الفقرة الثالثة الفقرة الثانية النهاردة فقرة الكابسولة وأنا فاكر الكابسولة نهيت حواري معها المرة اللي فاتت بسؤال تبا لك على حاجة طب ما تيجي نستنى واني نشوف الكابسولة النهاردة هتكلمنا على إيه من خلال السؤال اللي عفلنا بالحال اللي فاتت ممكن تطلع لي فاصل ولا صعب أنك تطلع فاصل فاصل وانا واصل